الأستاذ حسن داود كثيرا ما يوصف بأنه يعرف عن نصر والقاهرة أكثر من النصريين والقاهريين والبعض الآخر يصفوا بأنه يعرف عن القاهرة أكثر مما يعرف عن بيروت صحيح يعني صعب عن أكثر من بيروت صعب صعب شوي بس يعني في وجهة هيك العامة لثقافته للشخص اللبناني كانت هي كل شيء كانت القاهرة كانت كل شيء يجي من مصر يعني السينما تجي من مصر الغناء والترجمات كانت آنزاك تجي من مصر والكتاب يعني أنا مثلا حافظ أسماء كتاب مصريين وقرأت لهم جميعا أكثر مما قرأت الكتاب لبنانيين هيك في أحيانا بقول أنا أنه ثقافتي هي ثقافة مصرية أولا ثم ألحقت بثقافات أخرى بكتب أخرى أحيانا لغات أخرى ولكن الشعور تجيه مصر وما زال يعني أنا هلأ الآن تستغرب إذا قلتلك أن كتير بحب مثلا أحضر الأفليم العربي الأسود لابيض مصرية كتير وبحس أحيانا اليوم كنا عم نحكي بهذا الموضوع أنه هيدا الشيء الوحيد الخالد بالحياة العربية أنه هول المسلين اللي هن فاتن حمامة وشك سرحان ويحيى شاهين والآخري هول الخالدين غيرهم ما في شي خالد بقى بال يعني ما بعض هالشيء يدعو للأسف ولا يدعو للغبطة ما بنعرفه محناش عارفين هي بقى جدل لكن والله وحدك بتتكلم فأنا عد عمال بفكر إيه هو السر بتاع أنه مدنتين عربيتين عاصمتين القاهرة بيروت بيروت القاهرة هم المدنتين الأكثر جاذبية هم المدنتين الأكثر ألقا هم المدنتين اللي دائما اسمهم مقترن بالثقافة العربية وبالنشر الأدبي وبالصحافة وعندنا هم مدرستين صحفياتين في المنطق مدرسة المصرية المدرسة اللبنانية وهذا صحيح يعني في فترات بمطلع التسع بأواخر التسع عشر هالمدرستين تحدثتا صحيح صاروا مدرسة وحدة اجلوا الصحفيين اللبنانين ينأسسوا المؤسسات الصحفيات المصرية وشاركوا المصريين بهالتأسيس وشاركوا كمان مش بس كمان الصحافة الفنون على اختلافها يعني الآن طلعت على كتاب عن بديع مصاب نهي عن حياة الفنية المسرحية بمصر وبعدين بنفس الوقت نصف هالشي لبناني ونصفه مصري ففعلا بعدين مش بس بالصحافة يعني فيه ظاهرة هذان البلدان كان في عندهم شي يعطوه دايما ناسهم على طول كانوا يحاولوا اول شي نعمل مثلا لنقول الرواية العربية بدأت اولا بزينب كما يقال اللبنانيين احيانا يقولون انه هني بدأت عندهم الرواية العربية الحديثة الحديثة اه مش قبل مش الرواية التي بتنتمي الى التراث العربي يعني القديم لا الرواية الحديثة يعني كان محمد حسين هيكل صحيح هو اللي عمل الرواية الاولى كما طبعا دايما بتسمع الناس بيقولوا لا في حدا قبل يعني كل 3-4 سنين بيطلع اسم هلأ مش معروف حقيقة ربما نوصل الى مجال ما قبل فكانوا هالبلدين هني دايما عم يعملوا شي المسرح العربي طلع ببيروت مثلا بس مترجم عن الاجنبي وهكذا صحيح ومنه كان في فاطمة اليوسف ستة روزة اليوسف مزقو ومنها كان في جورج ابيض مزقو الى اخره يعني ممكن انه عدد في الكثير من الاسماء الكبيرة اكتار جورج زيدان كان صحيح اكتار يعني من الصحافين اللبنانيين اللي اجوا عملوا بالقاهرة واسسوا جرايد واسسوا صحافة عربي بادئة انا ذا كانت ترجمة نانسي قنقر